مساء الخير على رصيف الانهيارات والازمات ومعاناة اللبنانيين امام المصارف والافران والمحلات والمحطات والصيدليات ثمت من ما زال لديه متسع من الوقت لعرقلة الحلول وفتح الجبهات واطلاق المزاعم خبط عشواء ذاك هو على سبيل المثال ديدن وجهة سياسية يعرف اللبنانيون لونها واحترافها التضليلي وفن التفريد بالثوابت الوطنية ومن بينها تلك المتصلة بالترسيم الحدودي الجنوبي وانعاشا للذاكرة اوضحت مصادر كتلة التنمية والتحرير ان اتفاق الاطار الذي اعلنه الرئيس نبيه بري رسم القواعد العامة للتفاوض من دون الدخول في مسألة تحديد المساحة الجغرافية المنوي التفاوض عليها وللجهة السياسية التي تجند الاقلام والكتبة بطريقة غب الطلب قالت المصادر ان حدودنا وحقوقنا وسيادتنا رسمت بتضحيات الالاف من الشهداء وموقفنا من هذه الثوابت ليس بحاجة الى شهادة من احد وفي كلام مصادر كتلة التنمية والتحرير انتقاد لسياسة التعمية عن المشكلة الاساس ومسببيها فكفى هروبا الى الامام عليكم ان تتحملوا التبعات الكاملة عن افشال كل المحاولات الصادقة لتشكيل حكومة طال انتظار اللبنانيين لها جمر الانتظار هذا وصل لهيبه مرة اخرى الى بكركي حيث رشق سيدها المسؤولين المعنيين دستوريا بصليات من مواقف التأنيب لانهم لم يشكلوا الحكومة الانقاذية هؤلاء بيّنوا انهم لا يريدون التشكيل لغيات خاصة فالتقوا في مصلحة مشتركة هي التعطيل بحسب مقال البطيرارك الماروني مخاطبا اياهم ألفوا حكومة واغجلوا من المجتمعين العربي والدولي ومن الزوار العرب والاجانب وفي الكلام البطيراركي اللا تطقيق جنائيا قبل تأليف الحكومة وان جدية طرح التطقيق هي بشموليته لا بانتقائيته المقصودة موقف البطيرارك بشار الراعي لقاه فيه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف داريان الذي توجه الى معرقلي التأليف قائلا كفاكم تعنتا وتزويرا وخرقا للدسور فالبلد في خطر داهم